مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سيني المال والعمال أنا بيلي ووحيكم من بكين يعتبر عام 2020 غير أهدي تماما وحققت تجارة الخارجية الصينية نتائج فوق توقوات فيه من تراجع بشكل حاد في البداية ثم عودت ارتفاع مرة أخرى في يونيو واستمرت في زيادة لمدة سبعة أشهر متتلية أظهرت أحدث البيانات أن إجمال وردات وصدرات الصلاع الصينية نمى 1.9% الأساس السنوي إلى 32.16 ريونيوان في عام 2020 لتكون اقتصاد رئيسي الوحيد في العالم الذي سجل نموا يجابيا في التجارة الخارجية لسلع كما سجلت التجارة الخارجية والصدرات للبلاد وحصتها في السوق الدولي على مستوى تاريخي لها أظهرت بيانات رسمية أعلنتها الهيئة العامة للجمالك الصينية أن إجمال وردات وصدرات الصلاع الصينية نمى بنسبة 1.9% على أساس سنوي ليصل إلى 32.16 تيريليونيوان في عام 2020 من بينها بلغت الصادرات 17.93 تيريليونيوان بذيادة 4% على أساس سنوي وبلغت الواردات 14.23 تيريليونيوان بانخفاض 0.7% على أساس سنوي أظهرت إحصاءات الجمالك الصينية أنه في عام 2020 سجلت واردات وصادرات الصين مع الشركاء التجاريون الخمسة الرئيسيون لها ارتفاعاً ولأول مرة احتلت دول الأسيان محل الاتحاد الأوروبي لتصبح أكبر شريك تجاري للصين بالإضافة إلى ذلك بلغ إجمالي تجارة الصين الخارجية مع الدول الواقعة على طول الحذام والطريق حوالي 9 تيريليونيوان في عام 2020 بذيادة بلغت 1% على أساس سنوي ما يمثل 29% من إجمالي واردات الصين وصادراتها خلال هذه الفترة إن أداة تجارة الخارجية للصين في عام 2020 أفضل بكثير من متوقع هذا بفضل أن الصين اتخذت سلسلة من السياسات وتدابير لتحقيق استقرار التجارة الخارجية مثل تبسيط الاجراءات الإدارية وتخفض الطرائب والرسوم وتحسين بيئة الموانئة باستمرار مما يؤزز ثقة السوق وشركات بشكل ملحوظ أجر برنامجنا مقابلة مع أستاذة السوق أبد الحميد خبير الشؤون الاقتصادية فلنستمع إلى آرائه حول هذا الموضوع في الحقيقة الصين بزلت جهد كبير للحفاظ على التجارة الخارجية والحفاظ على صادرات البلاد واتخذت في هذا الصدد العديد من التدابير منها على سبيل المثال السيطرة الفعالة على الوباء وعلى تفشي الفيروس هذا ساعد الصين إلى العمل على تعزيز صادراتها وسد الفراغ في السلسلة سلسلة التوريد أو سلسلة الإمداد العالمية بشكل كبير جداً وبالتالي أدى هذا إلى ارتفاع الصادرات الصينية كذلك أيضاً الصين أعطت الأولوية للشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية نظراً للطلب الكبير جداً من جانب مختلف دول العالم على تلك المستلزمات فبالتالي صرعت الصين إلى دعم هذه الشركات لتلبية الطلب العالمي والاحتياجات العالمية لهذه المستلزمات الطبية كذلك أيضاً الصين عملت على خفض الضرائب ورسوم الاستيراد للعديد من المواد هذا أيضاً ساهم بشكل مباشر في تعزيز الصادرات الصينية وتعزيز التجارة الخارجية الصينية أيضاً عملت الصين على تبسيط الإجراءات الإدارية واتخذت العديد من الإجراءات لدفع وحفظ التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والتي لعبت دور كبير في تعزيز الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية للصين خلال العام الماضي كذلك أيضاً عملت الصين على تحسين بيئة المواني وعملت أيضاً على إعادة هيكلة خريطة الشحن بما يناسب الظروف الجديدة لتفشي الوباء ولتلبية الاحتياجات العالمية ولتلبية الطلب العالمي على مختلف البضائع والسلع الصينية أيضاً الصين رغم تفشي كوفيد-19 خلال العام الماضي إلا أن هذا لم يمنعها من إقامة المعارض التي تعمل على حفظ التصدير وتعمل على دفع التجارة الخارجية مثل معرض الصين الدولي للإستيراد وكذلك أيضاً معرض الكانتون وأيضاً معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات كل هذه المعارض أقيمت خلال العام الماضي وساهمت بشكل كبير في دفع التجارة الخارجية للصين وفي حفظ الصادرات البلاد يظهر أداء التجارة الخارجية الصينية لأعام 2020 أن الصين تتحمل مسؤوليتها للحفاظ على استقرار سلسلة القيمة العالمية وسلسلة التوريد العالمية وأكدت الصين عدة مرات على الحاجة إلى الحفاظ على استقرار سلسلة الصينعية وسلسلة التوريد في العالم في عام 2020 حفظت تجارة الصين مع الشركاء التجاري الخمسة الرئيسي لحى دول العسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على نمو إيجابي حيث ذات الوردات وصدرات مع الولايات المتحدة ودول العسيان بنسبة 8.8% و7% على التوالي فما هو الجهود التي بذلتها الصين للحفاظ على سلسلة الصينعية العالمية وسلسلة التوريد العالمية لنستمع إلى آراء سيدة خوانخوي وهي أستاذة في جامع اقتصاد وتجارة الدولية حققت الصين نموا إيجابيا في تجارة البضايع في سنة الماضية رغم تداعيات الوزعاء المترقبة عن جائحة كوفيد-19 وساهمت الصين كثيرا لضمان سلسلة التوريد العالمية فاتخذت وزارات التجارة والمالية والجمارك سلة من الإجراءات الاستثنائية والمرحبية بالتسوية المسائل المواد الخام والأيد العاملة والإمتادات الكهربائية والمائية والخدمات اللوجستية بتسريع إعادة الإنتاج لمؤسسات شركات وشركات تجارة الخارجية وتنفيذ دفعة من مشاريع رؤوس الأموال الأجنبية وقد عملت على تثبيت التجارة الخارجية والتوسيع والتنويع الأسواق الدولية وحماية المؤسسات الريادية بالمحافظة على استقرار سلسلة التوريد الدولية من جهة الحكومة المركزية صدرت وزارة تجارة عشرين سياسات سياسة لتثبيت تجارة الخارجية والتشجيع الاستخلاك والحكومات المحلية أيضا اتخذت كثيرا من تدابير المتناسبة مع متطلبات المؤسسات والشركات التي تقوم بالتجارة الخارجية الأمر الذي قوى ثقة المؤسسات للقيام بتنفيذ المشاريع الكبرى مثلا قد تم تنفيذ 21 مشروع رؤوس الأموال في بودون بمدينة شانهاي التي بلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي وقد تم إبرام 66 مشروع رؤوس أموال أجنبية في مقاطعة شاندون التي بلغت قيمتها 4 أكثر من 14 مليار دولار أمريكي كل ما ذكر من المشاريع الكبرى تدل على ثقة رؤوس الأموال الأجنبية بسوق الصين وبتالي ساهمت في حفاظ استقرار سلسلة التوريد العالمية أظهرت بيانات أن الحكال التجاري للسين استمر في تحصن في عام 2020 وزادت نسبة تجارة العامة بشكل كبير في الوقت نفسه وصلت الوردات وصدرات لتجارة ليرترونية العابرة للحدود لعام 2020 إلى 1.69 ريون يوان بزيادة سنوية قد روح 31.1% وزادت صدرات المشتريات السوق بنسبة 25.2% على أساس سنوي تزدهر أشكال التجارة الخارجية الجديد وتصبح نقطة بارزة لنمو تجارة الخارجية للصين كما بلغت الوردات وصدرات للمؤسسات غير الألقومية في الصين إلى 14.98 ريون يوان بزيادة قد روح 11.1% على أساس سنوي واحتلت نسبة النمو لها مرتبة الأولى بين جميع أنواي الشركات لتصبح قوة مهمة في نمو تجارة الخارجية للصين يعد ميناء يانتيان بمدينة شنجين ميناء حديثا للحاويات في 2020 أنشأ الميناء أحد عشر مسارا جديدا إلى إندونيسيا وسنغافورة وغير ذلك من الدول والمناطق الواقعة على طول الحذام والطريق هذه الدراجات التي تم تجهزها بمحركات ذكية طورتها شركة بشكل مستقل ستصدر قريبا بعد اكتمال التركيب والاختبار في شركة للأجهزة المنزلية في مخاطر قواندون المصنع مليء بمنتجات الأجهزة المنزلية التي سيتم تصديرها تنتج هنا أكثر من 130 الفورن مايكرو ويف كل يوم وتشحن من قواندون بالصين إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وكوريا اليانوبية ودول ومناطق أخرى قد تم تحديد مواعيد الطلبات التي تلقتها الشركة حتى نهاية الرجوع الأول في الظل انتشار الوباء في العالم لا تزال الشركات التجارة الخارجية الصينية تحصل على المزيد من الطلبات لكن بينما تزداد الطلبات تظهر صعوبة في إمداد الحويات الكافية فما هو الوضع الحالي لشركات التجارة الخارجية الصينية لنذهب إلى محافظة أنجي بمقاطعة جدين ونرى يدير دينشين الشركة لتصنيع الأساس مع الطلب القوي على التصدير في النصف الثاني من 2020 تم تد مواعيد طلبات الشراء لشركته حتى يونيو 2021 لكنها تواجه صعوبة الشحن وتراكم البضائع في المستودع قال دينشين إن تكلفة التخزين ترتفع كما تتطلب الحويات المزيد من الأموال في 2020 أنفق أكثر من ثلاثة ملايين يوان على الحويات استجابة للضغوط التي تواجه شركات التجارة الخارجية اتخذت الحكومة المحلية تدابيرا مختلفة لخدمة الشركات لحل النقص في الحويات تتخذ الموانئ سياسات تفضيلية ليجب الحاوية الفارغة في التجارة الخارجية للصين هذا العام ترتفع طلبات السلع مثل الأثاس والأجهزة المنزلية الصغيرة لكن تواجه بعض سلع سعوب البيع في الخارج من أجل تعامل مع طلب السوق الدولي الذي يتغير بسرعة أصبح فتح السوق المحلية اختيارا للعديد من شركات تجارة الخارجية الصينية ومع ذلك يجد كثير من الناس أن هذا أيضا لاس سحلا إن تحول من تسدير إلى بيع في السوق المحلية هذا أكثر بكثير من مجرد تبديل السوق وبنسبة للعديد من شركات التجارة الخارجية هذا مثل تأسيس مشروع جديد مرة أخرى لكن يضل عام 2020 المصرم على أحمية تحول من تسدير إلى المبيعات المحلية ولا يمكن لشركات تحقيق استقرار ونمو إلا بأتماد على تسدير وبيع في السوق المحلية في نفس الوقت في شركة لإنتاج المنتجات الجلدية في بوانشو كانت تركز على التصدير فقط يناق الشباب التصميم لحقيبة جلدية من أجل جذب المستهلكين المحليين الشباب قامت هذه الشركة المصممة على التحول إلى السوق المحلية بإجراءات مثل توظيف عدد كبير من المصممين المحليين الشباب في عام 2020 انخفضت الطلبات الخارجية بشكل كبير بسبب الوباء ودفعهم الضغط الهائل للاتجاه إلى السوق المحلية ويعد توسيع قنوات البيع أهم شيء في هذا التغيير في منتصف 2020 أسترات الصين آراء تنفيذية بشأن دعم تحويل منتجات التصدير إلى البيع في السوق المحلية ومن خلال جوانب مثل إنشاء الخنوات وتعزيز الربط بالمعيار المحلي واستخدام المشاريع الاستثمارية لدعم منتجات التصدير المناسبة لفتح السوق المحلية ورأي الأداء الجيدة لتجارة الخارجية الصينية لعام 2020 هناك أيضا بعض تناقضات الحكالية حاولت عديد من شركات التجارة الخارجية الصينية انتباهها إلى السوق المحلية لكن هذا ليس سحل ما هي التحديات التي تواجه هذه الشركات عند تحاول من تصدير إلى المبيعات المحلية وكيف تتقلب على هذه التحديات وما هي سياسات الدعم التي اتحددها حكومة لنستمع إلى تحليل من سيدة خوانخوي وهي أستاذة في جامع اقتصاد والتجارة الدولية ببكين يمكن أن نلخص التحديات في أربع نقاط النقطة الأولى ضعف أساس الزبائن والنقصن قنوات تسوق في السوق الداخلية وثانيا انكسار السلسلة رؤوس الأموال مقدما يعني انكسرت رؤوس الأموال لبعض الشركات والمؤسسات قبل أن تنجح في التحول إلى تجارة الداخلية والنقطة الثالثة وصعت محدودة للبضايا الرخيصة فكثير من المؤسسات والشركات التي تقوم بتجارة الخارجية تصدر منتجات صناعة الخفيفة مثل المنابس والحزية والمنسوجات التي يتشبع طلبها المحلي الأمر الذي يقصر إمكانية تسويق منتجاتها وبضائعها في السوق الداخلية وأخيرا تكليفة عالية للتسويق البضايع على الإنترنت رغم هذه الصعوبات والمعوقات الموجودة لتسويق البضايع المصدرة في السوق الداخلية عملت حكومة السين على تقديم الدعم اللازم لتفعي هذا التحول مثلا تسريع عملية المصادقة على البضايع المصدرة لأن تباع في السوق المحلية فيمكن للبضايع المصدرة أن تدخل سوق المحلية بعد صدور المصانع خطاب الالتزام مباشرة وثانيا تنفيذ نفس المعيار ونفس الجودة في نفس خط الإنتاج الأمر الذي يجعل البضايع مناسبة لتصدير وتسوق في السوق الداخلي في آن واحد وثالثا تقوية حماية حقوق الملكية الفكرية وأيضا تقوية الخدمات المالية أي تقدم الدعم التمويدي وتأميني اللازم للشريطات التجارة الخارجية وأخيرا تقوية التوجيهات الحكومية والتدريب الحرافي للشريطات التجارة الخارجية وتحسيز الحكومات المحلية على إستار اللوايخ والحكام المساعدة لشركات التجارة الخارجية في عام 2020 زادت وردات الصين من الحبوب واللحوم بنسبة 28.4% على التولي وحققت وردات ميناء وحينا لتجارة الحرة لسلع لمعافاة من الرسوم الجمهورية زيادة بنسبة 80.5% ورأي هذه الزيادات مزاي حجم السوق التي يوفرها سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة وأكثر من 400 مليون شخص من مجموعة متوسط الدخل وأزم الصين لتوصيل الانفتاحة تعتبر الصين مصنع العالم كما أنها السوق للعالم في عام 2020 استمرت الصين في توصيل الانفتاحة وتأزيز تعاون اقتصادي وتجاري مع دول الأخرى وحققت نتائج مثمرة لتعميق تعاونات متعاددة الأضراف والثنائية والإقليمية في الأول من يونيو لعام 2020 أصدرت خطة رئيسية لإنشاء ميناء للتجارة الحرة في هينان ما يمثل خطوة حاسمة في بناء ميناء التجارة الحرة بخصائص صينية إن بناء ميناء هينان للتجارة الحرة له أهمية إيجابية في تعزيز الصين لتشكيل نمط تنمية جديدة دورات مزدوجة في أوائل سبتمبر افتتح معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020 في بكين يعد هذا المعرض أول حدث اقتصادي وتجاري رئيسي دولي تعقده الصين افتراضيا وفعليا معا منذ تفشي فيروس كورونا الجديد في الحادي والعشرين من سبتمبر العام 2020 أطلقت الصين ثلاث مناطق تجربية جديدة للتجارة الحرة في بكين وهونان وأنفوي بيدات إجمالي عدد مناطق التجارة الحرة في البلاد إلى 21 منطقة في الأول من نوفمبر لعام 2020 عقد معرض الصين الدولي الثالث للإستيراد في مدينة شنغهاي تبلغ مساحة المعرض الإجمالية حوالي 360 ألف متر مربع واجتزب المعرض ما يقرب من ربعمائة ألف زائر يعد المعرض أكبر حدث اقتصادي وتجاري دولي من حيث الحجم وعدد الدول المشاركة في الصين في ظل الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في الخامس عشر من نوفمبر لعام 2020 تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بين الدول الخمسة عشر المشاركة فيها وذلك يمثل إطلاق بناء منطقة التجارة الحرة لشرق آسيا التي تضم أكبر عدد من السكان وهيكل الأعضاء الأكثر تنوعاً وذات أكبر إمكانات للتنمية في العالم في الثلاثين من ديسمبر لعام 2020 تم إكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي التي استمرت سبع سنوات تعد اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي اتفاقية شاملة ومتوازنة وعالية المستوى تستند إلى قواعد اقتصادية وتجارية دولية رفيعة المستوى في عام 2020 على رغم من انتشار الوباء في العالم وصلت الصين خطواتها لدفع الانفتاح العالم مستوى على العالم الخريجي ودرحت تدبير جديدة وعرضت إنجازات جديدة وتقدم سلسلة من السياسات وتدبير لتحسيل انفتاح الدعم لدورات مزدوجة أي محلية ودورية وتوفر زغم أقوى لدول في جميع انهاي العالم لتشارك في فرص التامية الاقتصادية في الصين وتسمح لمزيد من الشركات المحلية والأجنبية بأرؤية الفرص الكبير فإجراءات الصين الجديدة لتوصيل انفتاح حصة توقيع اتفاقية شراكة الاقتصادية الاقليمية للشامل واكتمال مفوضات اتفاقية استثمار بين صين والاتحاد الأوروبي فما هي الآثار التي ستأت بيها على شركات تجارة الخارجية في الصين لنستمع إلى أرأي أستاذة السوق عبد الحميد الكبير الشؤون اقتصادية هناك اتفاقيات هم وقعتها الصين أو أكملت المفوضات بشأنها خلال العام الماضي منها على سبيل المثال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الاقليمية الشاملة هذه الاتفاقية اتفاقية همة وكبيرة للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية استطاعت الصين بالتعاون مع حلفائها وشركائها في هذه الاتفاقية تأسيس أكبر كتلة للتجارة الحرة في العالم هذه الاتفاقية تضم دول وتعادل في إجمال اقتصاداتها سلسة الاقتصاد العالمي وسلسة إجمال الناتج المحلي العالمي وسلسة التجارة العالمية فهذه سوق كبيرة للغاية تفتح الباب أيضا بشكل كبير أمام شركات الصينية لدخول إلى هذه الأسواق كذلك أيضا في الثلاثين من ديسمبر من عام 2020 اكتملت المفاوضات بين الصين وبين الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الاستثمار وهذه الاتفاقية أعتقد أنها مهمة للغاية لأن الاتحاد الأوروبي اقتصاد كبير للغاية كان في السابق الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك ولكنه الآن بات ثاني أكبر شريك تجاري للصين بعد أن تجاوزته دول الأسيان وأصبحت الشريك الأول للصين ولكن السوق الاتحاد الأوروبي هو سوق كبير للغاية واكتمال المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار بين الصين وبين الاتحاد الأوروبي هذا أيضا سيفتح الباب بشكل كبير أمام الشركات الصينية لدخول إلى يعني العديد من القطاعات الهمة والاستراتيجية داخل اقتصاد الاتحاد الأوروبي منها على سبيل المثال قطاعات الطاقة وقطاعات البنية التحتية وغيرها من القطاعات الهمة كذلك أيضا هذه الاتفاقية ستفتح الباب أيضا للشركات الأوروبية للدخول إلى الأسواق الصينية ولسيما في مجالات يعني مثل مجالات خدمات النقل البحري وخدمات التمويل والسيارات ذات المحركات البديلة وفي خدمات الاتصالات وخدمات الحوسبة السحابية وغيرها من المجالات التي تحتاج إليها السوق الصينية فبالتالي هذه الاتفاقيات أعتقد أنها تبشر بأفاق واعدة للغاية للشركات الصينية التي تعتزم القروج بشكل أكبر إلى الأسواق الأجنبية يمكن لتجارة الخارجية الصينية تحقيق نتائج جيد يرجع الفضل إلى تخوض الإدارات المعانية للحفاظ على استقرار التجارة الخارجية مثل استمرار في تحسين كافأة تخليص الجمهوركي وتحفيد تكاليف الشركات إلى حد أكبر وتدوير الأشكار التجارية الجديد مثل تجارة الإيرترونية العابرة للحدود وذلك أيضا بفضل الكفاح من شركات مثل رفع قدراتها باستمرار وتحاول الاعتماد على الإنترنت وفتح الأسواق الجديد وتعمل حكومة وشركات معا لتخلب التحديات وتحقيق النموذ التجارة الخارجية في الوضع الصعب نثق بأنه على رغم من وجود تغيرات في الوضع الوباء والعديد من العوامل غير يقين في المستقبل إن صينة التي ستعمل على تسريع بناء نمط إماء جديد وستلعب دور كعامل استقرار لتجارة العالمية ومحرق قوي لنمو اقتصادي العالمي من خلال استمرار في ابتكار وتعصيح الانفتاح أعزاء المشاهدي إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم شكرا جزيلا الحسن متابعتكم وإلى لقاء إلى حلقاتنا القادمة اشتركوا في القناة